ورجعنا لك تاني وهسأل بقى ديانه نفس السؤال تاني هو ايه الغلط او مش الغلط خلينا نقول تريند تلع فيرل وناس كتير قوي مشيت وراء حتى لو مش عارف ينفع او ما ينفعش او انه حاجه تطلع فيرل وكلنا نعمله طيب هو مبدئيا هو احنا كل يوم فيه تريند بيطلع وفيه حاجه بتطلع فيرل كل يوم بس الفكرة انه مفيش حاجه اسمه صحه وغلط انا دلوقتي طلع تريند معين مثلا مثلا يعني ان انت الفلاشر بدل ما تستخدميه هنا تحطيه هنا بعدل ما تحطي الكونسير كده ده القديم وده الجديد للوقت وده الجديد للأيلينر كده وكده لا انا بشوف ايه الحاجه اللي طلعه اه بعدي بجربها نسبتني خلاص اوكي بقى بعتمت الطريقه ما نسبتنيش خلاص انه ممكن تناسبني انا ما تناسبكيش انت ممكن تناسبني اتناسب اختي ما تناسبنيش انا بس مش بالعافية هتناسبني بالزبط بالزبط يعني الشلو عشان انا شفتها حلو عجباني قوي احطها وقنع نفسي ناحلو لا يعني انا بشوف ايه الحاجه اللي بتناسبني ده في كل حاجه بقى عظموما يعني مش بس في الليكب في اللبس حاجه طلع جديده شكل لبس معين مثلا ممكن يناسبني يناسب شكل جسمي ممكن ما يناسبش حد دايه لا انا باخد الحاجه اللي بتناسبني بس لازم نعمل نفس الحاجه اللي بتطلع انا بتبدأيني كل حلقة بقول كده تقريبا بختلاف المجالات حقيقي يعني اول لان كل يوم احنا كل يوم عندنا حاجه جديده فانا بشوف بس اللي بيناسبني ممكن تناسبني وما تناسبكيش خلاص انا هعملها انت متأمله بشي بالزبط وانتي لو حاجه نسبتك انا مرضي ممكن ما تناسبنيش فانا مش هعملها يعني حظنا حاجه عكزكي اوي بس مش لايق عليكي معلش بالزبط وشو بي حاجه اللي بعدها ان شاء الله هتليق طيب العكس بقى الحاجه اللي طلعت بايرت وكاد حلوه يعني كتريك حلوه جدا طيب انا هقولك مثلا هو في حاجات كتير يعني حقيقي بس اللي مثلا تناسب كل الناس معظم الناس بلش كل ناس فيش حاجه تناسب كل ناس بس حاجه كده يعني جنرال كده حاجه هقولك مثلا دينا انتو الصيف ففي تريك كده يعني عملتها وجربتها وفعلا كانت روعة ان بدلا ما تروح تشتري بلشر كريمي انتو ممكن تحولي اي بلشر بودر عندك لبلشر كريمي كل تناسبة ان انتو تجيبي نقطة كريم مرتب اي كريم مرتب عندك وبتعضي شوية من البلشر البودر وبتعمريه مع بعض وتحطيه احلى بلشر كريمي ممكن تشوفي كل الدرجات بقى يعني اي درجة عندك عايز اتحوليها بتعمليها وانا بقى انا عارفة درجتي ومش هروح لسه اجرب واجيب حاجه جديده وفي ثواني بقى عندك بلشر كريمي دي حاجه حاجه تاني بقى انا معجبه امتا اوي بالحاجة الاولانية انا معجبه جدا في حاجه تاني بقى دي بقى فعلا روعة الكونسيلر بتاعك بعد ما جبتيه وخلص وستخدمتيه انت بقى بتحبيه يعني عارفة في الاخر كده لما تقضي بقى اطلع لي اي شوية تطلعوا لي اي شوية بتشيلي حتى البلاستيك اللي فوق اللي في العلبة نفسها وحطي الابليكيتور تاني وطلعي شو في بقى كأنك اشتريت واحد جديد والله بتطلع كميه مهوله اللي هي بتكون فيها وطول ما احنا من يعني البلاستيك اللي بتكون في العلبة نفسها من فوق اللي هي بتفضل ننزل منها فدي لبقى لما بتشيل بتشيليها وبدخلي الابليكيتور تاني تطلعي بقى كميه مهوله من الكونسيلر ففيه حاجات لا فيه حاجات فعلا تحسيها بتطلع كده بتفيدك يعني ايه ده الله انا راح اجرب والله انا راح اجرب انا عندي واحد لاستخدام مرميتوش هاروح اجرب اقولك حاجة تاني من توقتي كاتت فدق الالم اللي هو بتاع الكحل مثلا او اللي فلاينر بيبقى فيه قلم مش بيتبري فيه قلم بيبقى لا هو بيتبري بس انت مش عارف مثلا تبريه ازاي لو بيبقى حواليه زي بلاستيك كده فده معظم مش كله معظم الاقلم ده افتحي الغطى من فوق هتلاقيك فيه براية كده زغننة بتبريه القلم ده انت بقى للقلم حجم القلم ده مش بقى ليه فيه مش بقى فيه براية مناسبة يعني تحسي اخواص مش عارف اعمل في ايه فتحي الغطى من فوق هتلاقيك فيه براية سغننة انا لما اكتشفتها دي كنت مو اكتشاف انا في منتهى السعادة ايو الله فعلا تحسي تمتربة على القلم اللي عندك فيها براية وانتي مش شايفاها وانا مش مش عارفها يا فين بالضبط ايه بقى الحاجه اللي انت شخصيه متقدرش استغني عنها في الميكب المسكرة انا المسكرة بالنسبة لي او الرموش عموما بتوذي الميكب في حيثة تانية ممكن اعند ميكب وكل مسا مالش رموش خلص الرموش عطايت المسكرة حطايت الرموش خلص روح بقى في حيثة تانية خلص انا كده مبسوط وهتلاقي على فكرة هتلاقي كل واحد عنده حاجه ما بيستغناش على مثلا عن تلاقي حد الكونسيلر ده ممكن مايحطش اي ميكب يحط الكونسيلر بس ممكن حد يحط روش بس ممكن حد يحط المسكرة يعني انا امحط اي لائنر بس اي لائنر بس او قوسوطه جدا شفتي اولي كل واحد ليه الاثناشر مرة برضو تعبوني لازم كل يوم ارجع حفظهم الاثناشر مرة حفظه وفريكم الاثناشر بالظبط فقط اي كل واحد ما يقدرش سار معنا بس انا معاكي بصراحة في المسكرة انها بتودي لك في حتة تاني لو مش عاملة ميكاب حاطتي في مسكرة حيثي خلاص عينك فتحت يعني انت عينك بدي بقى دابلانة المسكرة خلاص عينك فتحت دابلانة بالنسباني وليا يعني اختياري للمسكرة دا بيبقى انا يعني رموشي الحمدلله حلوة بس فيه ناس يجيوا مثلا يكتبوا لي كومنت ان انتي اصلا اي مسكرة بتستخدمها تبقى حلوة عليك لا والله لا والله لا فيه فيه انواع كثيرة بستخدمها لا ما بتدنيش الشكل اللي انا عايزاه اللي هو انا رموشي حلوة بس هي مش بتحليها مش بتخليها احلب كثير بخليها عادية ايوة ايوة لكن لا فيه انواع معينة بستخدمها خلاص انهية دي اللي معروفة بيها مفروض تتسمى باسمي فبس فانا المسكرة بالنسباني بغضاء يعني جزء كتير فقالي ويعني واضح الحب تتكلم عليها اول ومعني كالب قلوب ولموشي بحب استثمر فيها جدا يعني معنديش مشكلة ان انا مصلا اجيب سيرة مغالي بس يعني انا مش معا وفيه ناس كثيرة بتعمل كده وهو كلو حد برحته بس انا مش معا ان انا اروح اركب انا بصراح انا مش معا حاجة تتحط اكسرا لمدة طويلة او لا انا مش معا كده ابدا انا عندي انا اشتري سيرا محترم اهتم برموشي لان انا بشوف النتيجة طب فانا ليه ما تكونش هيدي رموشي على طول بالزبط لا فانا بحب الاهتمام برموش كده بقدره يعني غاضح بقدره باسم بس احنا عندنا فقرة لعب ايوة في البرنامج ايوة احنا هنشوف اه lil حضرتك مادا يعني شطرتك 0 حاجات سهلة حاجات سهلة حاجات سهلة وارجود منتكونش تفرجت غير بقيت الحلقت لا والله لسا ده لو كنت وقلتولي يا جماعة كنت سهرت انت هتكسبي انا هكسب بقى احنا هنعمل في الاول خمس اسئل ميش لا هنشوف هتجيدي اكتر ولا هتجاوبي صح اكتر ولا هتجاوبي صح اكتر ميش ايه الا سهل فاكرا فيلم جي انا البعين التالي لا طبح ما بنيدي انت صح الله ميش اتراه لا لسا السؤال ما جايز انا بافكرك ميش اتراه ميش ايه اسماء الاتنين اللي كده مجردد خلق فاني اقولك اوبش الله الله انت هترجع عفة وعلاق ميرفة وعلاق ميرفة وبهاء هو علاء مشترك صح وانا بتلك علاء بالعين المكسورة ايوه استاني هو ده الفيلم اللي هو كان فيه بين باسترو وكده صح ايوه اللي هو كان محمد جنيزي طالع موزيع ايوه لباور فاميلي شركة اللبن ودخل باسترو اوه وكابل بقى كسب قده نوم في الاول فكرة اه لا لسا فكرة 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 فلس فكرة عالي الأحداث اسمهم اي بقى عفة وعلاق صح؟ ميرفة فعلاق ميرفة انا فكرة ميرفة من عفة مش بعيد يعني انا والله مش شطرة في الحاجات دي ابدا بس افتكرت علاء اه والله العظيم افتكرت عشان قلت علاء افتكرت راح بيديهم الهداء يا علاء يا علاء فيلم اللمبي كان فيه مشكله عند محمد سعد اللي هو اللمبي وتحلت بسبب ايه ان هو ايه اللي حل مشكلته محو القمية ولا عربية الكبدة ولا الكراسة الصفرة فأصلا كل ده كان في الفيلم صحفوه ايواه كل ده كان في الفيلم ايه اللي حل مشكلته مشكلته ما هو القمية ولا؟ ولا العربية الكبدة ولا الكراسة الصفرة ايه كان اول شئ لما عدت لا كان기에 كان يريده زي على عربية ب king بالفضل ومحول أمية لما قالت له ما طويتك في بيدك اللي يقول لك غششني قطعه غشن وقيد تاني آخر حاجة كراسة السفرة كراسة السفرة دي كانت ايه بقى مش عارفة بس حسن هي ممكن تبايل إجابة إذا صح برابع عليك لما راح صحة مامت وعب لك كامل قد قلت له يا ماما كراسة السفرة فين لها فيها الناس اللي عليهم النقطة لي لا لا مش عفتك أنا بس صح جاوبتي صح برابع عليك هي كلها أفلام فيلم بقى جعلتني مجرمة سرحانة بقى وحدتك من الساحل الشمالي الأفغاني لما خطفوه سفروا بي على ثين بقى على العين السخنة ولا مرسة متروح ولا السحل العين السخنة استرى استرى فكري بلاش تصرح عين السخنة ولا مرسة مرسة مطرورة مرسة مطرورة لا هو مرة شفتوها مرة وخلاص من زمان على فكرة المرة أنا كنت دخلته سينما يعني هو مرت المرة بتاعت السينما بس شفتوش تايمة فعشان كده مش هتلاقي لي كملي يالله كملي سهلا الله يخليك يعني ما هو دي كل حاجات سهلة والله يدير بس ياعميم سأولها مش الشخص المناسب بسي أحاولها سعw أقول ليه أقول ليه أنا مش الشخص المناسب أحاولها سعدك لا 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 تميش كده على درسك انت حض جميل أنا حض جميل ولا صاحب اخت رامس جلال سهلين الموضوع فكرة هو اصلا ترمى ليه؟ لا في حفلة عيد ميلاد لا لا استحال الفكرة فكرة الاغنية بس رعتميده مشاكل كان في حفلة عيد ميلاد وهو كان لابس فيها لبسة غريبة ايوه ودخل قاعد مع اخت رامس جلال اللي هو كان بيكراش عليها يبقى هي اللي رامت صاحب صاحب الله العظيم يا جماعة لما كاني مش انا حاولت اصابك يا جماعة اما فكرك بالفيلم كله تقوليش عملا السيكين تحضي جميع شخص غلط اعتقدش فادي هتعرفيها طبعا انا عرفت اللي قبلها لما هعرف طب احاول لسئلك حاجة سهلة كان فيه سؤال سهلة قوي هنا استني حاولك يبهولي كملي الجملة النقص كملي الجملة النقص ولا واحد ولا مية ولا ولا أسوة تلتو مية ولا كم شوفتي الشطرة جاوبتي بجد أصعب سؤالي مش عايز اتكلم عن نفسي كتير رب انا ويصبح مش عايز اتكلم عن نفسي اكتر من كده انا انسانة شطرة شطرة وحافظة كوميكس والأفلام كلها بجد استني هارت ايه بحب انا مش الشخص الملاسب للأفلام ابدا متفروضة اجيبلك لعبة لوحدك نخترع لعبة لوحدك للنقص جد طب هنسألك اخر سؤال يعني انا مش هايزة الحلقة تخلص بصراحة بس للأسف اخر سؤال هتقلولك ايه رأيك او تفتكري لو الفيلترز اتلغت يعني صحينا كده يوم الصبح سوشال ميديا لقينا مبهيش والكاميرات مفيهاش ايه لا هيحصل ناس هتستمر بقى بصي هو مبدئيا هو اكيد في فئة من الناس هتختفي معاها لان في ناس يعني بجد الموضوع معاها قلب صعب هو اقرب للإبنان لان يعني انت عارف حتى مثلا لو توصل لمرحلة ان هم لو تصوروا صور حلوه هو لازم الصور دي تعدي على برامج ما ما ينفعش ما بنبقاش ردين عن نفسنا كده بالزبط غير لو الصورة بقت فلتر بالزبط انا مش ضد الفيلترز على فكرة بس انا ممكن احتاج ان انا مثلا اتصور دوقتي بفيلتر لو انا حسن ان وشي مرهك و لازم اطلع لو ان كان لانا في اضاقت مش كويسة فالفيلتر هيديني اضاقت احسن بس ان انا اوصل لمرحلة ان انا ابقى مش متقبلة وشي من غير فيلتر فده انا كده روحت مش حلو مش حلو خالص اصلا لنفسي بالزبط انا ما فيش كده تصادح التصالح ده خلاص بقى مش موجود ما فيش تصالح خالص انا مش ابدا مش مع ان انا الفيلتر يبقى هو اللي مسيطر علي حتى انا عادي مستخدم الفيلترز في اوقات كتير بس الحاجات مثلا اللي محتاجة اصورها اللي محتاجة الناس تشوف بالزبط ايه اللون ده الميكب مثلا ما عامله وكذا انا قبدا ما تستخدمش فيلترز في الحاجة الزيه وانت كمان بالزبط تعملي ميكب بالزبط انا محتاج الناس تشوف لان الناس هتتعلم لازم نبقى كمان يعني لازم نكون ردين عن نفسنا وبنحمد شكلنا وطبع لانه ده تصالح يعني عن نفسنا انا اتبسطت اوي وبيكي ومش عايدة الحلقة تترسط تل اسف بجد اتبسطت اوي يعني حسن حاجة كده جديدة والفايبس جميلة وانتي على السولة بجد حبيت حملت الموضوع بجد ونحول بقى يعني اكيد المتابعينك هيبقوا مستمعين الحلقة دي انا قلت لهم مش بس انا ايه يعني هطلع دلوقتي اقول لهم باك اكي حاجة لازم تشوفوا واي حاجة بقى يسألوها نحاول نرد عليها نحاول نرد على التبس بتبسة حلوة كده من التبسة الجميلة ان شاء الله في نهاية الحلقة دي اتعلمنا منها تبس و تريكس كثير في الميكب نحاول ما نحطش فلتر يعني نحاول نحاول نتقبل نفسنا و نبقى متصارحين مع نفسنا على فكرة معايير الجمال تختلف او اختلفت قردي عبر الكورون يعني زمان قوي فتره من الفترات كان جمال البنت انها تبقى تخينه دلوقتي اعتقد لو بنت تخينه لو وسطها مش قد زورها يبقى في حاجة غلط و بعدين كان فيه بقى جمال من نوع اخر ان كان لازم يلبسوا بروكا لونها رمودي لونها جريب احنا لو مشينا ورا كل ترند او معايير الجمال في كل وقت ازاي تبقى منخيري صغير قوي وشفافي منفوخة ووشي منحوض انت شكلك حال زي ما نفي بس شوية مايكب لو حب انك تبرزي جمالك عشان انت اصلا جميلة وانا باكدلك ده وكل الناس شايفه ده خليكي جميلة وخليكي واسقة من نفسك ومتصالحة مع نفسك نشوفكم في حلقه جديده من ماتشا سكر بار مع دولي تن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة